يعني لو واحدة عندها دوالي يبدأ تلاقي رجليها يعني دوالي بتاعتها بتزيد أكتر وتبدأ متضايقة جدا وتيجي تروح بسرعة للدكتور وتقول له يعني إيه إلحق رجليه بيحصل فيها مشاكل أول حاجة بنعملها الريأ الشورنس اللي احنا نطمنها إن ما تقلق شيء إن دوت بس إيه انتفاخ ممكن يكون مؤقت بيروح وبيروح يعني بنسبة كبيرة بسبب زي ما قلنا ارتفاع زيادة الهرمونات وزيادة إيه ضغط الجنين على منطقة الخوض اللي هي والدورة الوردية راجع على القلب بتعدي على منطقة الخوض فكل ما يبقى فيه جسم الجنين بيزيد يبدأ يزيد تزيد الضغط على الأوردة فيبدأ يحصل انتفاخ في الأوردة السطحية أول ما يحصل بعد كده الولادة الضغط اللي موجود دوت اللي هو كان مؤقت بيروح فبيرجع تاني الأوردة بتقل في الحجم وبزيادة الدوالي اللي هيك اللي بتصير جديد طبعا فيه بعد بقى الشعيرات ما بتروحش ونبدأ دايما بقول لأي مرأة حامل هنستنى خالص بعد الولادة وحتى بعد شوفها تبقى بقى أه وبعد حتى المرحلة اللي هي بتبقى كم شهر اللي بعد الولادة لغاية ما الهرمونات تقل وينتهي أي سبب كان بعمل الدوالي المؤقتة دي طبعا ونبدأ بقى كده رسالة اطمئنان من حضرتك للسادة المشاهدين لأي واحدة بتشوفنا دلوقتي ممكن تبقى حامل أو في مرحلة الحامل لأنه ممكن يظهر عمدها بعض الدوالي في الصاقين وده غير مؤلئ على الإطلاق أنا عايزة أبدأ مع حضرتك بأسئلة السادة المشاهدين أم صالح وريان وبندر سألهم عن إيه هو أفضل علاج للدوالي وكان في سؤاله الأستاذ بندر هل الجوارب أو الشراب الطبي يعتبر علاج للألم بتاع الدوالي ولا لا بص هو تورده تكملة للإجابة على دوالي أثناء الحامل هو موضوع الشراب إن احنا بننصح السيدة الحامل إنها تلبس الشراب الطبي وبالذات أثناء الحامل وبالذات لما يبدأ يظهر دوالي ليه؟ إنه زي ما قلنا إن كل ما الوريد بينتفخ بيزود ارتجاع الصمام فأنت لما تلبس الشراب طبي وتبنعي إن الوريد ده ينتفخ فكذا أنت بتبنعي أو بتحمي نفسك من أن الدوالي تبقى بعد الحامل يبقى هنرجع تاني نلخص موضوع الشراب الطبي في إيه؟ إن أنا لو بقى في كتير أو شغل مكتبي أو يعني بقعد في مكتب أو على كمبيوتر ومفيش انقباض لعضالات السمانة وعضالات الساق فهيبقى أنا كده عرضة لحدوث الدوالي فأنا عندي حال من ثلاثة إيه هو؟ رقم واحد إن أنا أرفع رجلية عشان خاطر رجوع الدورة الوردية تبقى سهلة طب أنا ما برفعش رجلية يبقى أنا كده عرضة طب رقم اتنين إن أنا أمارس التمارين إن أنا قاعد كده وأنا في المكتب يبقى فيه حركة للساق أو أنا وقف أنا كدكتور بقف كتير في العمليات أو في بعض الوظائف زي الجندي أو العسكري أو الحلاء أو أي وظيفة تطلب من كده تقف وقفة سبتة لازم يحرق رجلك لازم تحرق رجلك حركة رجلك ديت هتحمي نفسك من انتفاخ الأولادات روح تالح تالت حاجة اللي هو الشراب الطبي لو أنا مش هقدر أرفع رجلي أو مش هقدر أعمل الحركة دي يبقى الحل إن أنا أحمي نفسي الوقاية زي ما قلتك إن أنا أحمي نفسي إن أنا قلب الشراب طبي عشان كده الناس اللي بتسافر سفر طويل لأمريكا مثلا أو أستراليا أو سفر طويل ده بيبقى إيه عرضة لمشاكل وردية إيه يا بقى إن أنا رجلي سبتة في الطيارة 12 ساعة ما فاش حركة مع برضو تغير الضغط وكلام ده كله بيخلي يحصل ركود في الدورة الوردية في الأطراف فأنا عشان نمنع الركود دوت إن يعمل لي مشاكل مشاكل ممكن تصل مشاكل ممكن تصل إلى الجلطات فأعمل بنشراب طبي يحسن الدورة الوردية فاشراب الطبي في عجالة هو ليه دورين دور وقائي ودور علاجي طب أنا جالي الدوالي وعندي أوريدة منتفخة فعلاجك وكشفت بيه الأشعة ودوبليكس وطلع إن فيه تلف في الصمام فأنا بلبس الشراب عشان أعصر الدم الموجود فيه المنطقة الوريدية عشان ما تعمليش ألم طبعا الشراب في وقتها علاج يبقى زي ما السيد بندر حكى أنه ممكن يكون علاج للألم طبعا طبعا إحنا بنقول إيه المرضى الكبار في السن اللي هما حالتهم الصحية ما تسمحش بإجراء عمليات جراحية أو يكون تعدوا مرحلة الليزر والأساطر التداخلية بنقول لهم يبقى العلاج إن إحنا نرفع رجلنا ونلب الشراب طبي أثناء إيه يعني دي نقدر نقول لسهد المشاهدين من اللبأس على لسان حضرتك إن الشراب ذوقي مجميرة جدا مش بس علاجي ده كمان وقاء طبعا ولو